لطالما عبرت القلاع والحصون على مر العصور عن قوة الشعوب في الدفاع عن نفسها فتفننت الدول والامبراطوريات بتأسيس القلاع المختلفة للإطاحة بأي عدو أهلا بكم في حلقتنا النهاردة واللي هنتكلم فيها عن أجمل القلاع الموجودة حول العالم تعتبر قلعة نيوجفانشتاين من أجمل القلاع الأسطورية في ألمانيا والقلعة أشبه بالقلاع الموجودة في قصص الخيال وبنيت قلعة نيوجفانشتاين في أواخر القرن التاسع عشر على قمة تلة بتقع فوق قرية هوهينشفانجو في جنوب غرب ولاية بافاريا الألمانية وتم بناء القلعة بناء على طلب من ملك بافاريا والقلعة مبنية على الطراز الرومانسي والمشي من مركز التذاكر للقلعة بيستغرق حوالي ساعة وده لأن التلة المبنية عليه القلعة شديد للإنحدار وبتعتبر قلعة نيوجفانشتاين من أشهر وأكثر القلاع زيارة في العالم فالقلعة بتستقبل سنويا أكثر من مليون زائر من شتى بقاع الأرض بالإضافة إلى ظهور القلعة في مقدمة العديد من أفلام ديزني المشهورة واحدة من أكبر القلعة الموجودة في العالم هي قلعة براغ الواقعة بجمهورية ليتيك وتم بناء القلعة على مساحة 70 ألف متر مربع وبيعود تاريخ بناء القلعة إلى القرن التاسع عشر والقلعة من الداخل بتضم مجموعة من المعالم المميزة زي كاتدرائية سانتي فيتوس وكنيسة القديس جورجي وقالت منظمة اليونسكو بإدراج القلعة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي كوحدة من أكبر القلعة الموجودة في العالم وعلى مر الزمان تعرضت القلعة للعديد من الكوارث بالإضافة إلى العديد من الترميمات والتوسعات والقلعة حاليا بتعتبر المقر الرسمي لرئيس جمهورية ليتيك من أجمل القلعة الموجودة حول العالم وأكثرها تمييزاً قلعة شامبوري الموجودة بفرنسا والقلعة في الأساس بنيت لتكون بمثابة قصر الصيد الخاص بالملك وفي عام 2007 تم افتتاح القلعة أم الزائرين لأول مرة ووصل عاد الزائرين للقلعة لأكثر من 700 ألف زائر والقلعة بتعتبر مرحلة انتقالية ما بين القلعة المحصنة في عصر الكرون الوسطى والمنازل الفاخرة في عصر النهضة وبناء القلعة كان وفقاً لطلب من ملك فرنسا الملك فرنسو الأول في أوائل القرن السادس عشر واستغرقت عملية بناء القلعة حوالي 28 سنة وبيصل عاد الغرف الموجودة في القلعة إلى 440 غرفة والقلعة مشهورة حول العالم بموقعها وهندستها المعمارية المتميزة للغاية تتميز قلعة مالبورك الواقعة في بولندا بمساحتها الكبيرة اللي بتفوق مساحة جميع القلعة الأخرى الموجودة حول العالم واللي بتبلغ حوالي 52 فدان وتم تأسيس القلعة عام 1274 من قبل فرسان التيوتونيين اللي كانوا بيستخدموا القلعة كمقر ليهم علشان تساعدهم في هزيمة الأعداء البولنديين وحكم أراضيهم في شمال البلطيق وتم توسيع القلعة عدة مرات لاستضافة عدد أكبر من الفرسان وبتصنف القلعة كأكبر مبنى من الطوب في أوروبا لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير على الفيديو اشتركوا في القناة